بعد تعيينهم بمراسيم رئاسية حملت رقم 804 و 805 و 806 كمسؤولين اداريين بوزارة المياه الحضرية والريفية بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري تم تنصيب كل من مدير مكتب الوزير الجديد والامين الرعام ونائبي والمفتش العام والفني واحد بعد الاخر من قبل الوزير علي عبدالله ابراهيم بحضور بعض العاملين وعقب التنصيب شكر الامين الرعام الجديد للوزارة محمد اليف موسى باسمه وباسم الفريق الجديد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد ادريس ديب اتنو على ثقة التي اولاها اياهم وناشد الفنيين بالعمل معا لاداء المهمة التي كلفوا بها وهذا لا يتم الا بعدم التفكير في تصفية الحسابات وصفاء الضمائر اما وزير المياه الحضرية والريفية علي عبدالله ان الفريق الجديد وطلب منهم العمل باخلاص لرفع التحديات التي تواجه الوزارة وتنفيذ المشاريع المخططة لتوفير المياه الصالحة للشرب وتنظيم الصرف الصحي اذ انها من اولويات الحكومة الانتقالية حتى عام 2030 وليس من الممكن تنفيذ ذلك الا بمصاحبة الشركاء والمانحين الذين اكدوا جاهزيتهم لدعم الوزارة من اجل التوصل الى الاهداف المرجوة